اهلا بيكو يا جماعة النهاردة 14 مايو طبعا هنتكلم النهاردة على المجزرة اللي حصلت مبارح وعول مبارح والتعافي اللي حصل النهاردة بس قبل ما نبتدي من فضلك اعمل لو ممكن تعمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناة بحيس ان كل حاجة توصلك وفي نفس الوقت الاخبار توصل لبكل تمام بالنسبة للاخبار بتاعة العملات الرقمية زي ما انتوا شايفين العملة شيبا اللي كانوا بيقلولي نبيع ولا لا او كانوا عايزين يبيعوا باخسارة هيتلعت ونزلت وتلعت ونزلت كان ممكن يحقق او اخبار ارباح كتيرة في النهاردة ومبارح الدوكوين طبعا زمان انتوا شايفين طبعا سبب الدوكوين اول حاجة الكون بيز اعلنت ان هي هتنزل الدوكوين على منصة عندها منصة الكون بيز فطبعا ده خبر حلو الدوكوين انها ترتفع تاني حاجة اعلن ايلون ماسك ان هو بتواصل مع مطورين عملة الدوكوين بيعمل معهم مع المطورين عملة الدوكوين عشان تكون اكثر جودة انها ما تأثرش على الطبيعة وتبوز الطبيعة زي ما تفسدش يعني الطبيعة زي البيتكوين فطبعا خبر زي ده بيعمل يعني ده بيعلن تقريبا رسمي ان هو لسه مش رسمي اوي يعني بس هو بيعلن دعمه للدوكوين وطبعا دي حاجة رفعت الدوكوين زي ما انتم شايفين السعر عامل ازاي لو كنت بتقولولي تعا انبيع وحغرقنا ويلا انبيع بسرعة وحنخسر كل فلوسنا هتوصل صفر اهي طلعت اهي طبعا انا قلتلكم ما تبيعوش بخسارة تمام وطبعا الحباء بقى يقولوا برضو في التعليقات ربنا خليهم وهم برضو بقى علقوا ما يبيعوش بخسارة للناس اللي كانوا عايزين يبيعو فطبعا اهو الدوكوين ارتفع وطبعا برضو الشيبة زي ما احنا شايفين هنا ارتفعت برضو تمام اه الادة اللي هي كاردانو زي ما انتم شايفين اه نزلت شوية كترتفعت ونزلت كتتوصلت لدولار 97 سنت يعني حاجة سعر كان خرافي للبيع برضو انا شايفي الكاردانو طبعا بعد تعليق اه على تويتر اه 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 سبب بالاتفاع بتاع الدوكوين عندنا كان زي ما كنت بنصحكم دايما بالادة اللي هي الكاردانو هي بتنزل دلوقتي على فكرة يعني حتخش على سعر شراء ان هي قربت من سعر ممكن تشتري به هو طبعا لما اعلن عن ان هو تركه للبيتكوين وعدم التعامل وقف التعامل مع البيتكوين عشان البيتكوين بيلوس الطبيعة في التعديم بتاعه بيلوس الطبيعة فوقف التعامل مع البيتكوين فالتالي اتجه للدوكوين فالتالي اتجه للدوكوين تمام طيب معنى كده ايه ان بيلوس الطبيعة ايه العملات اللي هي التعديم بتاعها بتلوس الطبيعة طيب الناس هتبتدي ممكن تتجه للعملات التي التعديم بتاعها ميلوس الطبيعة زي الاثيريوم ستيلر الكاردانو حاجات كتيرة طيب طبعا الحاجات دي طبعا الحاجات دي رفعت سعر الحاجات دي شوية طبعا الإسيريام كان نزل قوي ببارح حق نسب عالية تقريبا 10% عوضها الريبل شايفينه دولار و40 سنت دولار 39 سنت كان مصل 42 سنت يعني أنا شايف العملات الرقمية بتتعافى بشكل جيد فاللي كان اشترا في العالي شوية ممكن يعوض الخسارة بتاعته انه هو وطبعا لو كان سمع كلامي واشترا في النزول في السعر الأولي اللي يبقى هو دلوقتي يمكن يبقى ربحان وعوض خسارته بمكسب زي ما أنا قلتلكم لما السعر بينزل بتشتري تاني وبتعوض الخسارة في المكسب يعني مثلا إسيريام فيه ناس اشترت الإسيريام مثلا فيه ناس اشترته لما كان نزل بقى 300 3541 زي اللي تحت اللي شايفينه على الشاشة ده 3541 اشترو بالسعر ده وبقعوه بكام النهاردة وبقعوه ب430 كسب ولا لا لو هو كان واخده مثلا ب4000 مثلا يعني ونزل لغاية 3541 واشترى تاني كان عوض 500 500 دولار دول ولا لا عوضه ومكسب كمان حصل مكسب يعني عايزة أقول إيه أنتوا دايما لما السعر بينزل بتشتري تاني ما تخافش هيطلع تاني تروح بايا لما هيطلع تبيع تمام فطبعا فيه ناس حققوا مكاسب من الموضوع ده كتير جدا فطبعا ربنا وفق الجميع أنا كنت منزلت حادثة من 11 ساعة على المنتدى وعلى اليوتيوب عن موضوع بقول لي كل يركز على الدوك كوين وراقبوا الأسعار جيدا بعدما تويت بتاع إيلن موسك كانت متأخر بالليل فأنا مرضتش صحي الجميع أو أعمل فيديو متأخر عشان ما أزعكوش يعني فعملت في المنتدى عندي على اليوتيوب هتلاقوها لو دخلتوا عندي على المنتدى ف بحيث ان انتو تعرفوا تاخدوا بالكم الكل رائب العملات الرقمية والسوق والدوك كوين عشان اللي بيتعامل في الدوك كوين هيكسب في الدوك كوين النهاردة ومبارح تمام طب يا حبائي أنا خلاص طولت عليكم علشة ناسف وربنا يبارك الجميع ويا ريت ما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو لو عجبكم يعني وما تنسوش تدعو الأهل الفلسطيني يا أخوان طب وعيد مبارك على الجميع كلكم جميع شكرا يا حبائي سلام